اهلا بيكم مرة تانية في واحد من الناس الناس تعبانة وبتشتكي من العيش والعيشة واللي عايشنها الاسعار نار والشوارع بقت جراش كبير والمواصلات اوضحة بتسوق كل يوم والمستشفيات بقت خرابات والحكومة ولا هي هنا الناس بتشتكي من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل جنوني والسيد رئيس شركة الكهرباء بيقول ان هما ما رفعوش اسعار شريحة الكهرباء طب لما تكون ستة كبيرة وعيش الوحدة في الشقة والفاتورة تجيلها بسبعين جنيه دي بقى اسمه ايه في الاسماعيلية في مستشفيتين مبنيتين ومجهزين من سنين لكنهم مقفولين وزيرة الصحة راحت زارتهم واكدت ان هما هيشتغلوا وروحت الستة الوزيرة ولا المستشفيات اتفتحت ولا المرضى اتعلقت واحب اقول الستة الوزيرة ان مصر يا سيادة الوزيرة فيها 18 مستشفى مبنية ومصروف عليهم ملايين ولكنهم مقفولين والاغرب ان منهم مستشفيات متعين فيها موظفين وهم مقفولين بس الحكومة حبت تريح الناس فعملت ايه فجبت لهم اوتوبيسات متطورة بالواي فاي علشان الرجل الغلبان يقدر يخش يشوف الفاسبوك بتاعه وهو في المواصلات وراح السيد الوزير اتصور جنب الاوتوبيسات بس بقى اللي ما شافوش السيد الوزير ولا ردي انه يتصور ان 90% من اوتوبيسات النقل العام متهلكة وكرسيها مقطعة طب روحوا صلحوا الاوتوبيسات التعبانة دي الاول حرام عليكم كيلو البصل باربعة جنيه والفاصولية بستة جنيه والبسلة بخمسة جنيه وكيلو الرز بسبعة جنيه ووزير التموين يقول لك كله تمام وعال العال يا راجل يا راجل حرام عليك اشتركوا في القناة